أنا إسراء شهين خبيرة أتيكيتو بروتوكول وبهذا الفيديو رح أخبركم عن خمس نقاط تاخدوها بعين الاعتبار لما بتختاروا ملابسكم لمكان العمل مدى رسمية الملابس بتعتمد على القطاع اللي بنشتغل فيه يعني الناس اللي بيشتغلوا في القطاع المصري في مثلاً أو القطاع الحكومي بتكون ملابسهم على قدر عالي من الرسمية وبهاي الحالة بالنسبة للرجال بلتزموا بارتداء البدلة وبتكون بالألوان الحيادية عادة أما السيدات ممكن يلتزموا بأنهم يلبسوا الطأم يلي بيتكون من قطعتين سواء كان جاكيت وتنورة أو الجاكيت والبنطلون وأكيد بالنسبة للتنورة مفروض تكون على القليلة مغطية الركبة بالنسبة للأحذية للسيدات لازم يكون الحذاء مغلق من الأمام وبالنسبة للكعب ما يتعدى 7 سنتيمتر وأكيد ما يكون مزعج ونحن عم نمشي بالأيام اللي منعرف أنه في عنا مناسبة رسمية بمكان العمل أو حتى زيارة رسمية خارج مكان العمل نلتزم بنظام اللباس أو الدرس كود عشان نمثل المؤسسة أو الهيئة اللي منشتغل فيها بطريقة مهنية بالنسبة للقطاعات أو الشركات اللي بيكون نظام الملابس فيها أو الدرس كود مش رسمي أو نوعاً ما كاجول بيضل في عنا شوية شروط مفروض نلتزم فيها مثل إنه نبتعد عن الملابس الممزقة الملابس الشفافة والملابس اللي عليها شعارات مثيرة للجدل أو خادشة للحياء العام وأخيراً مفروض نبتعد عن مشتتات الانتباه سواء كان بألوان الملابس يعني نبتعد عن الملابس لألوانها صارخة ومنبتعد عن الإكسسوارات الكثيرة اللي ممكن تشتت الانتباه وكمان منبتعد عن كترة الميكوب والمبالغة فيه ترجمة نانسي قنقر